السعادة والبهجة اللي أنا فيها إيما زيدة فرحان أبيك برشا أم فاط لمينا نوييك في مع بعضنا بش نتحاور والحقيقة شوف إزاي شوف إزاي معنى المكتوب المكتوب لما حال أنت وعدتني قتلي أول بساج ميدياتيك بش يكونوا معاك مائم في خرا فيه في جودي تور رفي مع رامزي هل تعلم تحية كبيرة لهم راه بالعكس نعرف لي كل ألمي وكل مناشط عنده وطريقة متاعه أما حبيتك وميم تكون معي أنا اللولة راه أنت لا تشبهينا أحدا ربي فضلك شكيفي شكيفي بالحق أنا نحب نهنيك أميمة لأنه معنتها مش شكر اعتباطي لأنه نعرف أنها بالبداية ونعرف البختناص اللي أنت عملتها تعرف لماذي يتخل لردين نعرف اللي أنت مشيت في قدمت بالكداية وعملت نقوله في الإعلام معنتها معنى يسميوها في الاقتصاد أكلي عبد تنجيزة مزيانة تشبه لشخصيتك ومش ساهل بش واحد يكون ويكون معنتها سختو مش حتى محبوب أبخسية من الفنانين ومن العالم الإعلام إن شاء الله رب يوفقك إن شاء الله رب يزيدك نجاح على نجاح يعيشك فرحتني برشة وفرحتني نفرح شكرا أول مرة عملت إنتربيو في المهرجانات وقتنا في إيافام كان في مهرجين بوغرنين ومع معزتون يزعاد شوف الزي الحمدولله يمكن عندي كل إحساس معناها أنا جو سوي جينيرو ما نحبش نحكى لروحي ما كرا مثلا نتذكر في بداية إيافام جمغابيل تخي تخي بيان والله العظيم أول مرة سمعت صوت رفيق بوشنيق وانا وقف نعمل في قهوة أنا وحامد قطلوا ريتو هذا هذا يسلح عندو بلاج وحدو قل ليه بالك شي قطلوا فيما كنفيانس والله للتاريخ اسألو طيو يحكي لك فما ناس تحس فما پوتانسيال فما ناس تحس اللي هو ما لابخوش متاحهم تالخدمة سوا فيها باريس سوا فيها كذات تحسوا ما هوش موش في بلاستو بشيكون هو يلتيان لتغوه بغليك لكن فما ناس تقول ما شاء الله عليهم هم معنا يزون معنتها هكا تحس اللي هما يجموا يوصلوا لبعيد فهمت عندك نظرة استشرافة تعرف اللي يومك يومك عن نظرة استشرافة تعرف اللي شكو بش يوصل شكو بش يوصل لا مش هسو بوا ما يحسي فما أحسي فما أحسي يمكن بشوية هكا خبرة وكل شي تجم تقول هذي ناجم نعطيه معنتها حسه وحده ولا يجم يكون مش اعتباطا لأنه هو معنا يتحس عنده الملكة وعنده متمكن وعنده لزاتو عنده لديبويمان يعرف يبني يعرف يتكلم عنده فما موهبة 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 الفاح موجود اللي بشي خليه يمكن يوصله بشي كامل حتى الدكسيون تصوته حتى الدكسيون فما نبرة صوت قبل كنو اكزيجانس كبيرة في اللي ذاعات قبل الوطنية مش مش اي صوت معناها يكون قدام ميكروه معناه موهبة صوت موهبة تستسيغل وظن يعني يتحب فهمت اي يا سيمو عزيجانس اي نبديو يلا نبديو ياسيديو لا لا مزلت مش توقض بحضيرك موهبة تدلل اليوم البرح زيجان في المسرح البلدي ساعقولي القره مانا قاعدة تعجب في الناس قاعدين الناس يفرقوا بين القره مانا وبين الشخصية اللي كانت موجودة في فركة سابون فما اختلاف؟ اكيد بيصير بيصير يفرقوا على الأخر وما تصورش ملا فرحة وملا إحساس وانا قريب من العانتها من الجمهور والانتراكشون بتاعي ديما ببنية النص نكتبو فيه فلين ذو بلانكس يحتمل كل أنواع الإجابات والتدخلات من الجمهور عبارة نشرك في جمهوري معايا وهذا هو معناها فما متعة مزيانة قريب من الجمهور والجمهور يحسني قريب منه وعليش معز ما خرجتش مازون كونفو anak اليوم مازون exciting مازون التخري вин كن كتبو ي rum refresh مازون 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 يخرج بلعكس او اتعاملت مع كل انواع معنتها الكتابة المسرحية وكل الانواع الكتابة الركحية خدمت الكنترمبوران، خدمت الفودفيل، خدمت البيوغلاسك جاية ليلى الشابي بعد شوية لنحييها ونحبها ونمتعليها خدمنا مع بعضنا المتشعبيتون، خدمنا خدمت أوتيلو، خدمت بيراندالو، خدمت أرثر ميلر، خدمت سامويل بيكيت، خدمت شيكسبير، خدمت نصوص تونسية، علي اللواتي نجموش فوق في مسرحية أخرى تنجح؟ منجحت الشيك بالحفظ استنري والدزير مع الشادي العرفي ليه، نضيح 기자 أكثر، هذا كان نجاح التجاري، لنفسك، الناس اللي تسمع فيها فما ناس المتابعة للمسرح معنتها ديزير نجاح كبير برش انا وشاكرا رماح وجميل الشيحي اعملنا جمهور المسرح يقصوا ويمشي يتفرش في المسرح اي 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 عمرنا مخدمنا صادة فارغ اي اي اسمع الكوميديا ديما تجارية الكوميديا كالسكر معناها محبوبة ديما ينسان حب الحلوم معناها دونك مطلوبة الكوميديا عند الناس ويمكن زاد الفترة بالفترة تخلي الكوميديا هي اكثر اقبال يكونوا في حاجة للضحك اكثر في حاجة موش الضحك ولا نيسيسيتي دوية ولا دوية بيانصير فلي عايشين واحنا توا معناها انا نحب نسمعك حاجة هو مساج جينا من عند فنانة قديرة كان لك تجربة كبيرة معاها في فركة سابون في الفركة اللولة والفركة الثانية اسئلتها عليك وقالت برشا كلام به عليك نسموه؟ نسموه نسموه اللي يسير بيناتنا مو عزو عمري من جي نهار بشنا نقول فيه كلمة خائبة ونا نك صدقني والله ما بيناتنا شي والله خطر كما ماتع يحتمل كحطر مخدمني شي معاه ولا حاجة يحتمل مجيش معتها الموضوع اللي بش يحطني أنا معاه هذاك عليش خطر برشا نس لاحظت عليك كي ما تخدمش عمدها مع عزيزة شنية وهي اللي معاون انتو كريتها شنية وانا ليه ولا مش معاون انتو بالعكس هو اللي عاوني خطريني قد مختم تخدرش من سنة مريش حتى مرة فيش في الجمهورية معناتا في فيوصلة فينو باكل الكبر طعا هذيك اللي فيها وجه وفيها عزيزة بولابيار خدمتها اكتر من خمسة وخمسين سنة سيرفيس كما يقولوها ومريت العز معاو فرشت في مسرحيته قره مينا وهيه وصدعاني وكرمني وابوك جيب لي بوك نوار ومعانتا معملي كان المعلم معين كاني كرام والأدام بتاع معز معانتا هو ديما يقول مماتي هكا حتى كي بدي فدلك معانا يقول مماتي تعمل هكا وتعمل هكا معانتا ما نجبش يبدل شخصية اخرى هو ديما يحكينا يقول مماتي تعمل هكا وهكا 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 القره مينا وشخصية ساعة تحية كبيرة لما دام عزيزة بولابيار اللي تحكي عليكين بالباهي تقول الحاجة اللي شدتني في كلام مدام عزيزة بولابيار تقول لي كان قديش عندي كريير وقدش خدمت عمري مريت تصويرتي كبيرة فيها فيش موجودة في الافنو يعني هذي حاجة الحقيقة منها توجع ومنها تفرح هو معانتا باش ما نطولش على السيد المستمعين اللي معانتا عزيزة بولابيار من غير برشا اطراء معاناها هي منامة كونو انا كانت معايا في عمل معانا معانا عزيزة بولابيار العمر والخبرة والتاريخ دونك بورموا معانتا عزيزة معانتا فضل كبير عالية وعالعمل وعالنوتوريتي دو سبكتاكل يعطيها الصحة في الكلم وقد ما نعمل معها وشوية معاناها ما في الشك عزيزة معانتا تجربة متميزة معاها وانا نعتبر روحي محظوظ عزيزة هي النجم نقوله ومعنتها كانت من الاسباب الرئيسية النجاح العمل وكنتو ياسر ياسر فماغموني بناتكم واللي انا عملت معاها هو لهذاك العادي والطبيعي والواجب ومزينك تعملنا مع بعضنا قتلي معزن طال نحب نطلب منك طلب قتله تفضل قتلي انا راني ديما نحب الرأة افيش كبيرة فيها وجهي يا اخي عملت لها جاي المسرح البلدي وقتها يا في كانوا يسمحونا في المسرح البلدي بش نعملو الفينيل الكبير لبرة ويتعلق عملت لها معاناها وعملت ابياج ضدها في الكاتريامار عملت سيكل كبير فما معاناها حبيت نخليها تشيخ بتعمل كيف على اسمها على وجهها على روحها مش شوية فيها معاناها بتبعب وتسحقها تحية بفضلية في مقام الويلده وتجربتنا كانت ثرية جدا نحبها بالحق بصدق معاناها في شك كده في شك تحية كبيرة المادام عزيزة ابو لابيار قالت زيدا انو شخصية المرأة الكبيرة انصبغي من جتك عزيزتك ولا مماتك من جتي ومن أمي زيدا من جتي ومن أمي ومن جديتنا الكل ومن أمهاتنا الكل معاناها هي ان رفيرانس موجودة في الديارة التونسية الكل فمتني ستنبخي تكست هي شخصية معانتها أكثر من الكمبوسيشن هي شخصية فيها لإكستنسون دو كور فما الملتوبليكاشن دو موفمان معاناها مهيش انكمبوسيشن على خاطر كي تكمبوز يدور المرأة الكبيرة وتتحرك بجسد متاعك فقط لكن انا يا البوفان يعني هي تقرب اكثر زدا شوي حتى الكلونسك فمتني دونك مهيش في الفيمينيتي هي اكثر في الليكس بوزيشن في الليكس تنسون دو كور لانو انتي كيينك في ماريونات انفات كي تبدأ في وسطها البوفان هذيك تبدأ تحرك في 40 سنتيمتر لإفسر في ملابك معينة من الجسد وتدخل في وسط هذيك البدن بدن هو معنتها فما بكينك تحرك في ماريوناترا وصيد تخي ديليكا معناها لانو يزمك تستحفظ عليك الشكل إذيك اللي انتع تهنكير هذيك دونك خدمة بشوية بشوية الحاجة ممكن اللي انا تميزني في الشخصية هذي اللي شخصية انا عملت ديبويمان به جسديا ورقحيا وكل شي فمتني مهيش في الفيمينيتي مهيش نبعد على روحي معناها الاكمبوسيشن الكمبوسيشن موجودة ايجو سي انتخان دوك خوزي دون لميم تخوه معنات هنحب نورب بها اكثر وقت لي معنات هنحس لي انا معاتش عيني باتم معنا الكلمة لانو الفنين شنوه هو انتباعي معناه تجي نقول يا خوير مشروع هذي يزيني منو معاتش عيني بيتون نتعدل حاجة اخرى معناه ماش اشكال لما مزيلت القرهمينا مزيلت تعيش ومزيلت ترانكوشا اعطوها فرصة بلبيس موفينا زادة في سفيقس ونحيي جمهور سفيقس الي احنا بش نكونوا ان شاء الله نهار تسعتاش مارس في سفيقس ان شاء الله بقدر تربي ونحب نشكر برشة 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 بلديت سفيقس على قدش منظمين ومحليهم متعاونين تحية كبيرة لهم ان شاء الله قلت وقتش ستاش مارس ان شاء الله في سفيقس القرهمينا تحكي سيسا اليوم معز اغلب المماثلين اللي يعملوا ديوان منشو بارتزامبل لازم يعملوا بروجكسي على الوضع السيسي اللي موجود في البلاد اليوم القرهمينا تحكي على هيرت قادة تنقد الضمار دي ما يزموا يتناول الاكتواليتي من غير ما الاكتواليتيت واللي طاغي على العرض لانه الاكتواليتي فيس على التحفق ومكتعرفت بارك الله فيس على اله بارك الله قعدة دنيا دور برشة لانك الاكتواليتي تاجم مثلا عندي ديسان يحكيوا على الكونفينمان ولا على الكورونا يمكننا سختمهم ونعاود نانجكتي حاجات اخرين ميلو في الكوندكتور ولا خرافة واضحة فما قصة فما خرافة وبداية ونهاية فبني وتقعد ديما السياسة لخاطر البرسوناج ما نجامش نحمله ما لا يحتمل هذه مهش معنى تاينجكشن على اسياسة ولكن فيما كانت تنجكتورون يحب بيرال يضحك عليه وذلك يتحكي عنه ويصحكي سياسة بالرغم انت قلت ما نحبش السياسين يجيوا يتفرجوا على العروض متاعي أي كناس اختامه موكن فما غضب كبير معناها مش منيين من الطبقة الثقافية بصفة عامة من الناس الكل واليوم الغضب متواصل لكن مهم أنه المساج متاعك يوصل للإنسان اللي أنت توجه له في المساج نقول وإحنا مساج معناها مساج اللي رعنا متغشين كشعب كمثقفين كناس متغشين لأنه محروقين على بلادنا وموجوعين على وضعنا ونحبوا للدنيا تتغير للأحسن ونحبوا طبقة سياسية تكون معناها عندها معناتها الكم الوطني الكافي والمحبة الكافية للبلاد مع مراعاة المصالح لأن لعبة سياسية هي تبقى لعبة لوبيات ومصالح ولكن أمواء يكون البلاد محطوطة معناتها ان فالرغ معناتها بش نقدموا بيها اليوم لليوم مزلت معزمك ش لا متفايلة ذاكا لازم نكونوا متفايلين إن شاء الله مش مرحب بالسياسيين في عروض مسرحيتك أنا نعتقد اللي أحنا توا لأ سياسيين توا مرحب بيهم لأنهم معاتش هما يذوكم اللي كانوا معاتش نواليب يعني ساي معاتش عندهم حصانة وليه كيف هم كأي جمهور عادي يقص تسكرة يدخل الله روح نحكي على قبل اللي في المناصب كانوا يدخلوا ما غير ما يقصوا تسكرة لا فما ليقصوا لا كذب على ربي حرام فما ليقصوا فما لي شكون قصلك تسكرة أخبار لا لا ما نسميش أنا جامد لديه طوا كي نقول لك نعطيني اسم سياسي ماذا بيك يجي للعرض متاعك ويتفرج على القرهمينة كأنك توجه له رسالة كأنك تحب المساج اللي تحب تعديه يوصل له لهو شكون طوا ما عنديش سياسي بعينه مرحبا بهم الكل يقصوا تسكرة كيف هم كأي جمهور في أي بلاسة في القاع ما تحبش هكا مثلا الرئيس قيس سعيد يكون موجود يشرفني حضوره بيصير رئيس تونس وأنا إلى حد الآن متفائل به قيس سعيد لليوم نزلت أي نزلت نزلت بالرغم اللخبطة اللي سايرة والكلم والخوف على الديمقراطية والمس من الأعلم والكلم هذا اللي قاعد يتقال برشا قاعد بش يصير في السياسة ولكن أعتقد كونه احنا خير من اللي كن هكا واضح بكل ساذيجتي السياسية فهما ناس معنتها ممكن عندهم حنكا أكبر مني ساذيجتك السياسية ولا انتي كفنين قاعد تحبب بعض من السياسة وما تحب بتعطي رأيك لا نعطي رأي يا أخويا أنا نعتقد اللي توخير هذا رأي أنا نعتقد اللي توخير وكان على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد قديم متجدد ولكن أعتقدوا أن توا خير من اللي كنا هذا أكيد ولا شك فيه ولا يختلف فيه اثنان ابقى ربي يكتب لنا الخير وربي يجرع اسلام وحده 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 واضح مواسطومي مازلتم كاملة معاك هانيهوني مش نعطلك شوية بركة نخرج أخبار ورجعين مع الفنان المثال